السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون التراكيب المندلد من الأسبوع الثالث من الوحدة الرابعة مجال الفلاحة والصناعة المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع في طبيعتها الجديدة أكيد نبدأ على بركتي الله عندما ندرس اليوم جزم الفعل المضارع جزم الفعل المضارع أكتشف أقرأ الجمل وأعين زمن الأفعال المكتوبة بالأحمر ثم أحدد الأدوات التي سبقتها في العمود الثاني ثم أتم ممل الجدول كما في المثال نقرأ الجمل تركب أختي عربة صغيرة تركب أختي عربة صغيرة تلعب بالعربة تلعب بالعربة تعلم أنك محتاج إلى العربة تعلم أنك محتاج إلى العربة إذن الأفعال في المكتوبة باللون الأحمر إذن في زمن المضارع في الزمن المضارع إذن أفعال مضارعة والآن جمل فعلها مجزوم لم تركب أختي عربة صغيرة لم تلعب بالعربة أو لا تلعب بالعربة لا تلعب لا تلعب بالعربة إذن الفعل المجزوم دخلت عليه هنا لا أنهية فأصبح مجزوما لا تلعب بالعربة إذن أدات الجزم لا الفعل المجزوم تلعب إذن بالنسبة للجملة الأولى تركب أختي عربة صغيرة جزمة بلم لم تركب أختي عربة صغيرة أداة الجزم لم الفعل المجزوم تركب تعلم أنك محتاج إلى العربة تعلم أنك محتاج إلى العربة إذن عندي هنا فعل مضارع له تعلم إذن سندخل عليه أداة الجسم لي لتعلم لم الأمر لتعلم أنك محتاج إلى العربة إذن لتعلم أنك محتاج إلى العربة أداة الجزم لي إذن لي لي لام الأمر تسمى لام الأمر هذه تسمى لام لا الناهية إذن تعلم إذن لام الأمر لا الناهية إذن استخرجوا أفعال الخانة الأولى تركب تلعب تعلم إذن زي زمنها مضارع علامتها الضمة وحدد أفعال الخانة الثانية وأبين زمنها والأداة التي دخلت عليها قمنا كذلك بهذا بهذا الشيء إذن تركب تلعب تعلم أيضا أفعال مضارعة مجزومة زمنها هو المضارع المضارع وهي مجزوم الأداة التي دخلت عليها مثلا تركب دخل عليها لم أصبحت لم تركب لأنها هي دخلت على الفعل تلعب لا تلعب بالعربة وفعل تعلم لتعلم أنك محتاج إلى العربة إذن إذن أذكر اسم هذه الأدوات إذن اسم هذه الأدوات أدوات الجزم جزم الفعل المضارع إذن أدوات الجزم وعلامة إعرب هذه الأفعال هذه الأفعال تعرب فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم إذن يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم من أدوات الجزم يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم وهي لم لن ناهية ولام الأمر يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم ومن أدوات الجزم لم لن ناهية ولام الأمر أطبق أحدد أداة الجزم والفعل المضارع المجزوم فيما يأتي إذن لا تتأخر عن موعد الزيارة لنحافظ على نظافة السوق إذن لا تتأخر عن موعد الزيارة إذن الأداة الجزمية لا الفيع المضارع المجزوم تتأخر إذن تتأخر هو فيع المضارع مجزوم لنحافظ على نظافة السوق إذن أداة الجزمية للم الأمر نحافظ إذن هو الفعل المضارع المجزوم أدخل أداة جزم على الفعلين المضارعين للأتيين تتجول البنت في الصوق الأسبوعي إذن لم تتجول البنت في الصوق الأسبوعي إذن لم تتجول البنت أو هنا لاحظوا مع السكون في هذه الكلمة ولكن هناك ساكن وحين يلتقي ساكنين نقصر ما سبق لم تتجول البنت في الصوق الأسبوعي ما نقولش لم تتجول هنا لأن نلتقى لنا الساكنين السكون في المضارع المجزوم والساكن إذن إذا نلتقى الساكنين نقصر ما سبق لم تتجول البنت في الصوق الأسبوعي تتسلق عربة صغيرة لا تتسلق لا تتسلق لا تتسلق عربة صغيرة لا تتسلق عربة صغيرة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم معيدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة تسلق عربة صغيرة